وزير الصحة السعودية و354 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بفضل من الله ثم بالدعم الكبير من قبل خادم الحرميني شريفين ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يسرني أن أعلن النجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1444 هجري وخلوه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة مع ما شهده هذا البوسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة إلا أن النجاح يأتي نتيجة للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر لموسم الحج والتميز في إدارة الحشود والاستعداد لأي طارئ وانطلاقا من حرص خادم الحرميني شريفين لجعل صحة الإنسان أولا عملت المنظومة الصحية على الجاهزية بأكثر من 354 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن ساهم في تقديمها أكثر من 36 ألف من الكوادر الصحية سندهم فيها أكثر من 7600 متطوع ترجمة نانسي قنقر